بلد اقره وشوف البلد راحت فين اقره وانا لسه كنت بكرر الجملة دي قلت لك وهكررها خميس جمعة ان لم تتدارك رحمة الله هذا البلد فانسوا الله انسوا فترة طويلة جدا عيشوا بقى ايه عيشوا كأي كائنات تتكاثر وتتناسل لحد ما تنوت لكن كبلد وبتاع دي قمص وراحت في دهن والواحد انا عن نفسي شخصيا الحمد لله الذي نجدنا من القون الظلمين وراحت يعيش في وطنه في قلبه الى ان يلقى الله في اي بقعة من بقاع الارض بس الناس الله عن نلقاه ونحن على الحق ثابتين بص يا سيدي بعالي المستشار الجليل محمد عيد محجوب تحية يا عزاز وتقدير نما قدمهول السادة نادي قضاة مصر بيقولوا يواطيب لنا في البداية ان ننقل لسيداتكم تحية ومحبة تقدير قضاة مصر وهو ما نعلم يقينا انكم تسأل الدباجة دي الدباجة دي ماشي ما علينا نعرض على سيداتكم الاتي معلش يا خالد طلع لي يعني ايه اعمل كله كده على الكلام عشان يبقى انا عايز بس اولا انا هاخد اولا واسيب الباقي عشان يعني مش مسموح لنا نعرض غير اولا بس اولا بالنسبة للتعميم الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزر اللي احنا نفرضنا بنشره الحمدلله ايه الحكاية كان سباقا ونشر هذا التعميم وبعد كده اخدته منه كل المواقع والقنوات بالنسبة للتعميم الصادر امام الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء للسادة الوزراء بضرورة اجتياز المرشحين لاي وظيفة من وظافة الحكومية اللي دورت لمدة ستة اشهر بالكلاء الحربية مع اعتبار ذلك مسوغا من مسوغات التعيين ده المستند اللي هنفكركم بيه بعد شوية فانه لما كان هذا الامر غير متصور بالنسبة للمرشحين للعمل بالقضاء لاستقلال مجلس القضاء الاعلى المؤقر دون غير وفقا للقانون بوضع الضوابط اللازمة لشغل تلك الوظيفة باعتباره الاقدر على اختيار من يتحمل تلك الامانة بما يتعين معه ان لا يشاركه وينوزعه احد في هذا الاختصاص المسل بالاستقلال كان ولكل اصل استثناء وكان لكل اصل استثناء عايزين اقوله احنا استثناء يعني يتحقق معه الصالح العام سيما وان معاونين النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم بمركز تدريب النيابة الذي اصبح بحسن ادارته يمثل قبلة لكل اعضاء النيابة العامة فاننا على ثقة من ان مجلسنا المؤقر حريص كل الحرص على هذا الامر بالطرق التي يراها مناسبا ودمتم وايه ودمتم ده نادي قضاة مصر رافع مذكرة لرئيس مجلس القضاء الاعلى طبعا عارف اللي هيحصل دلوقتي في الحتتين يعني ويعود يدوروا مين اللي اللي بعتوا الكلام ده كله متشغلوش بالكم بيبوس الايد بيبوس الايد كباشا استثنينة من فكرة الدورة بتاعت الكلال الحربية تخيل وكيل النيابة اللي المفروض هيحقق مع اي حد يعني هيروح الاول ياخد صفا وانتباه ولما يغلط الامباشا يسحفوا على بطنه زي ما كانوا بيعملوا معنا في الجيش مش كانوا بيعملوا معنا كده والله بس الحمد لله ما سحفتش كيقول اسحف كنت يعني الحمد لله الحمد لله ان الواحد حر من يومه فالامباشا يعني وكيل النيابة ما يعجبوش يقول اسحف ما يدورش بقى بقى ده يقول لو كيل النيابة على نفسك يا كلب انت هنا عسكري بالنسبة لي فالقضاء شوفوا البلد يا جماعة انا بقول لكم دي دي البلد دي مصر دي الدولة اللي بيكلم عليها اللي هو قاعد يقرى فيها خمسين سنة في مفهوم الدولة ده قاعد يقرى خمسين سنة في مفهوم الدولة القضاء بيترجوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يستسنيهم من فكرة انهم ياخدوا كورس دورة في الكلية الحربية شفتوا البلد راحت لحد فين؟ طب اقسم بالله يعني مش عايز اعمل زيه لو رجعت بيتبقى كده عشر سنين وقلت الكلام اللي احنا بقوله دلوقتي لا تقوله عندنا مجانين مجانين القضاء ليه؟ المفروض بدي سلطات منفصلة يا جماعة الدولة اي دولة في العالم لها سلاسة سلطات دي بتتعليمها في تانية رابع في كتاب التربية القومية سلطة تنفيذية اللي بتحكم وسلطة الشرعية اللي بتراقب وتشرع وسلطة قضائية تفصل ما بينهما ما بقاش في سلطة دلوقتي بقت صلطة كل في جيب الزعيم بيبوسوا قديهم عشان يستسنوهم من القرار اللي احنا عرضنا ورنا القرار يا جماعة بتاع مجلس الوزراء لو يا جماعة معاليش يسسوا فيه قرار طينا من مجلس الوزراء ان ده يبقى من مسوغات التعيين انه لازم تاخد دورة في الكلية الحربية اهو هذا القرار اللي انفرضنا بيه فالقضاء بيقوله نبوس ايدكو يا جماعة نبوس ايدكو وشه وظهره وشعره ده إنا لله و إنا إليه راجعون والله البجاحة طبعا انتشرت بقت واضحة جدا لدرجة انه خلاص بقت الامور على عينها كتاجر وزارتي لو قافلوا طلعها بيان لا ده ده الخبر بتاع انهم يعني خلاص قالك مش هنعين حد فيه حكم طلع من كلية شراء القانون لا مش هنعين كده لكن في موضوع العسكرة وزارة الاوقاف قالت لك تمام احنا عندنا دورة يا جماعة اهو دامك اهو انطلاق دورة دورة الدراسات الاستراتيجية تحديات الامن القومي بين الاوقاف واكاديمية نصر العسكرية بس انا طبعا في الاسبوع لسه كاتبين اكاديمية نصر العسكرية هو انت ما تعرفش يا استاذ مصطفى انهم لغوا اكاديمية نصر العسكرية دي شالوا كلمة نصر دي انا ما عنديش وقتة يعني اهري في الحاجات دي بس هم غيروا اسمه اكاديمية نصر العسكرية وخلوها اكاديمية العلوم العسكرية شالوا اي حاجة فيها ناصر اصلا هو ايه عايز يبقى الزعيم فخلى شال مدينة نصر غير شركة اسم مدينة نصر اي حاجة فيها نصر ونصر غيرها الجماعة النصريين دولا كانوا بيهيصوا لما السيسي جه وكانوا فاكرين ان النسخة المعدلة وانه نصر الجديد الذي سابعث النصرية لا حدش بيتعلم ابدا والله العظيم لا حد بيتعلم ولا حد بيقرى تاريخ لا هنا ولا هنا لا الاخوان اللي كرروا لنفس المأساة نفس المأساة بتاعت 52 وبتاعت 65 نفس المأساة ولا النصري ما فيش حد هيجي ولا السودانيين دلوقتي الجماعة اليساريين والشيوعين اللي بيدعموا احمدتي عشان فاكرين ان احمدتي هيخلص على البرهان ويسلمهم الحكم محدش بيتعلم ابدا محدش بيتعلم ابدا ده الاوقاف المعلمين اش معنى المعلمين نقيم المعلمين قالك يا الله احنا عندنا برضو دورة استراتيجية ناخد كرسي يا جماعة يا جماعة وحشي احنا اقل من كده ولا ايه ناخد كرسي برضو يعني يعني ده ده ما يكونش برضو عندنا ده كلام برضو لا حول علاقات الا بالله ده انا قلت ان انا هعمل حلقة لطيفة والله ايش اعرف ما عرفش هتحكم في نفسه ابدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة